أود لكم مشاهدين الكرام يقول الكاتب والروائي الأمريكي الشهير ستيفن كينغ إذا أردت أن تصبح كاتبا عليك القيام بأمرين قبل كل شيء اقرأ كثيرا واكتب كثيرا كيف نرى كتاب القصص الجدد وهل القصص الروائية أصبحت في الزمن الحالي بلا ذائق هذا اللي رح نعرفه مع الكاتب وظيفتي من داخل السيديو ساذة استبرق أحمد يا تلو صبح تلو الخير سال استبرق بداية لو بنسأل هل نحن نملك كتاب أو عصر جديد للقصص والروايات يعيد الماضي اللي عشنا عليه من سنوات جديدة يتجدد ولا ما زال هذا هو العصر شكرا للاستضافتي عبر قناة المجلس شكرا لها اهتمامها في الثقافة والأدب والفن حقيقة أسألتك يعني حول المشهد الحالي الموجود في الكويت نعم في العديد من الكتاب والأسماء الجديدة اللي فرضت نفسها سواء على الساحة العربية أو الساحة العالمية تم ترجمة العديد من يعني حقق خلال هذا الجيل يمكن أمور أكثر من الجيل اللي يسبق السابق اختلف ولا ما اختلف؟ طبعا أكيد اختلفت طبعا أكيد للأفضل بس يعني احنا ما نقدر نقول أن هذا النص قديم فهو أسوأ وهذا النص جديد فهو أفضل لكن نقول أن مساحات تجريبة أكثر لأنه يمثل انعكاس هذا العصر مساحات أيضا وجود شبكة عنكبوتية ساهمت في تواجد نصة وارتحالة إلى ماكن أخرى أيضا اطلاعه هو على نماذج عالمية أكثر من قضية بس كتب ورقية وترجمات أصبح هو يصل إلى أبعد نقطة في العالم عن طريق الزر اللي هو الزر الشبكة العنكبوتية اللي هي الانترنت كل هذا طبعا لازم ينعكس على نصك ينعكس على رؤاك ينعكس على أفكارك على كيفية حتى وضعها في نص تمام الآن لو بنسأل البعض يعتقد أن كل ما زادت المقردات اللغوية والحصيلة الموجودة لدى الكاتب كل ما زاد الإثراء في كتابها وفي قصوتها ما تعتقدين أن العوامل إلى الآن ما زالت تساهم بشكل أو بآخر في إنعاش هذه القصة أو إنعاش هذه الرواية أقول البعض قاعد يكتب كلام الكل يقوله يعني شفنا البعض يكتب كلام عادي يعني الحياة نفسها خيارات أو خيارات نقول بالتالي هناك كاتب يعني الإطلاع عنده شيء مهم جدا وهناك كاتب أنا قرأت لأحد الكتاب أنه سعيد بأنه لا يقرأ ولكن يكتب يعني أعتقد أن لكل إنسان مطلع أو قارئ جيد يستطيع أن يرى نص الكاتب المطلع على حيوات أخرى أو على نصوص أخرى أو حتى يعيش تجارب معينة يختلف تماما عن الكاتب الذي لا يقرأ ويدور في فلك ذاته تمام العلو بنسأل شو اللي يخلى الأستاذة يستبرق أحمد أن تتجه وتكون كاتبة وهذا أسباب يعني أعتقد أن الإنسان أيضا هناك رحلة بحث يفترض أن يكون يعني عنده رؤية أنه موجود في هذا في هذه الحياة فترة بسيطة وأنه يسعى إلى أن يكتشف ذاته الحقيقية أنا مريت بأكثر من مرحلة مريت في الرسم مريت في قراءات وما زلت يعني مريت في تجارب كثيرة لكن في النهاية وصلت إلى أن قراءة الكتابة هي تمثلني فعلا الآن لو نطلق مصطلح كاتب أو روائي وندخل معرض الكتاب رح نجد أسماك كثيرة جدا منها اللامعة منها البارزة منها لها سنوات وتاريخها وإرثة ومنها الجديدة على الساحة شو اللي ينقص شبابنا الجدد في هذا المجال شو اللي ينقصنا لإطراء معرض الكتاب من صح التعبير على الأقل يعني يعني شوف في كتب تليق بذائقة القراءة في كتب ما تستحق حتى أني أشوفها صحيح بس يعني المؤسف أن الكتب اللي ما تستحق أنك تشوفها هي السائدة أكثر من الكتب الجادة أو الكتب اللي الكاتب يسعى إلى أن يقول فكرتها أو رؤيتها فيها أعتقد أنها أيضا أحيانا إعنكاس على جمهور موجود يعني في جمهور شباب يعني تشوفها السنوات الأخيرة بدأ يقرأ بدأ يحاول أن يعني ينضم إلى نوادي قراءة بدأ مثل ما قلنا يطرح تجربته حتى ككاتب في الإنترنت ومواقع التواصل وأيضا المدونات أصبح هناك جرأة في طرح الكتابات لكن الكاتب اللي يحرص على أن يطرح نص وفكرة ويطرح اطلاعه أو يظهر اطلاعاته وتجربته بشكل جدي مثل ما قلنا واضح وموجود لكن أيضا يفترض أن القراء بعد يمكن سنوات يعني يصلون إليه يتطورون لأن الوقوف عند مثلا كتاب معينين أو أسماء مثلا خنقول بعضها خنقول من الشباب مو كلهم طبعا بس بعض الكتاب الشباب الغير جيدين في طرحهم أو خنقول ضعيف كتابتهم أو فيها جزء من الرداءة يمكن إذا كانت تنطبق عليها هذه الكتابات القارئ إذا ما استمر في فلكها فإنه ما راح يتطور يفترض أن هذا الكاتب يتطور ويفترض أيضا قارئة يتطور إلى أسماء أخرى أو أن مثلا يجد أن هذا الكاتب يعبر عن وجهة نظره لكن هذا الكاتب أيضا بدأ يخطو إلى مراحل أكثر أن يكون فيه مشهد قرائي شيء جيد لكن دائما نحن نتساءل ماذا يقرأ وليس فقط فعل القراءة نعم الكتاب النهاية هو نص مثل ما ذكرته وفكرة لكن المؤسف جدا أن يكون هناك نص فقط من غير أي فكرة كلام مرسلي إنقال وكلام عامي أحيانا نسمعه في كل مكان قالت فلانة رد عليها فلان سكر الباب فتح الماء كلام عادي قاعد يعني ما فيه أي فكرة هو مجرد مخيلة يكتبها روائي معين إنصح التعبير إنه روائي ويطرحها في الأسواق ويلاقي فيها قبول وفيه فئة من الناس يقولك أنا استسعب بعض المفردات اللغوية المثقفين الكبيرة جدا أعطني كلام عامي هل هو سوق جديد عندنا في الكويت؟ العامي؟ أي؟ والله إحنا مثل ما أنا ذكرت من شوي قلت لك إنه هي التلاعات الكاتب وأيضا يتوجه أحيانا إلى قراء معينين وهم يدورون في فلك بعض يعني لكن لا سوق يعني من يريد أن يتجه إلى هذا النوع من الكتب لا سوق في الكويت عندنا؟ شوف أنا على فكرة أنا يقول لك إننا ما تقدر تمنعهم ولا أصلا الأفضل إنك ما تمنعهم لأنه إذا اترحت كل هذه التجارب آخر شيء رح ينعكس أيضا على المشهد ككل صحيح في بعض السيء لكن هذا السيء أحيانا يخليك تبحث عن الجيد بالإضافة إلى أن العامية ترى على فكرة يعني فيه أطروحات خصوصها من ناحية أنه ممكن لك الكتابات العامية سيئة خاصة مثل في الشعر قد يكون هناك في فكرة نعم أنا أبحث عن الفكرة في أي كتاب بالإضافة بس أنت تطرح أيضا بسؤالك حول اللغة اللي نطرح فيها النص أكثر من الفكرة الفكرة ما حد رح يختلف عليها سواء كانت شنو الوسيط اللي هو الوسيط اللغة لكن لما يكون مثلا مثل ما ذكرنا من شوي الكتابة اللي بينها وبين الكاتب يكتب بالعامة مثل ما يطرحها أنا بالنسبة لي أشوفها صعب أني أكتب سرد أو أكتب قصة بالعامية لكن أنت تشوفها في دول أخرى ممكن تلقاها في دول عربية مثل مثل مصر في بعض الحوارات أو خلك من الحوارات لأن الحوارات هذا موضوع دائما يطرح أن أكتب الحوار في العامي ولا أكتبها في اللغة العربية لكن مثلا في حتى السرد أحيانا يكتف في اللغة العامية الثاني شيء أنا أريد أن أتكلم عن جزئية معينة على فكرة أن اللغة الموجودة في الدول الأوروبية هي في الواقع اللغة العامية لأن اللغة سابقا كانت هي اللاتينية وهي لغة الكنيسة في الواقع التي كتب فيها الإنجيل وهي التي كانت متداولة لكن في علمنا العربي بعدها كل دولة أخذت انفصلت عن هذه اللاتينية وأصبحت لها لغتها وأصبحت الأدب اللي نرى الآن هو أدب عامي لكنه ضمن انضباطات معينة وضمن لغة تتطور اللغة العربية أحيانا يعني فيه مثل ما قلنا لأن القارئ غير مطلع بشكل كافي أصبحت هناك بعض المصطلحات استصبعها وأيضا هناك بعض الكتاب اللي يتعمدون كتابها بلغة جافة أو غير قادرة على أنها تصل لأنها لغة قاموسية أعتقد أن أرجع وأقول الإطلاعات سواء من القارئ اجتهاده في القراءة أو من الكاتب يوصلنا في النهاية إلى نص ممكن أن يصل سواء كان خاصة اللغة العربية يعني أو سواء كان في العالمية السؤال اللي عادتها ما يطرح أفضل الكتب اللي قرأتيها أو أفضل الكتب اللي تساعدين أو عامية تحاولين أن تنشرينها أكثر حول هذا العالم السؤال بيبلتش بطريقة مختلفة وأسمع منتش إجابة سيدا سبرق بعد الفاصل شنو الكتاب اللي تقولين أرجوكم لا ينزل في معرض الكتاب لا لنا ولا لمجتمع القراءة ولا لمجتمع الكويتي شنو نوعية هذه الكتب راح أسمع منتش الإجابة ككاتبة لكن بعد الفاصل أود لكم مشاهدين الكرام مستمرين بالحديث مع ضيفتي من داخل السيديو الكاتبة الأستاذ استبرق أحمد استبرق قبل الفاصل كنت أسألت وكان من عرض الإجابات من الإجابة جدا أنه ما يمنع أي كتاب يطرح أي فكرة بالنهاية السوق هو من سيفرز القارئ هو من سيعلم هذا الكتاب جيد ولا هذا الكتاب غير جيد لكن شنو نوعية الكتب اللي تقولون أرجوكم لا تنزل في معرض الكتاب ما هو زي الله لنا ولا للمجتمع ولا لعالم القراءة شوفوا مثل ما حضرتك تفضلت قلت أنه شيء إجابي أن كل الكتب يتم تواجدها في معرض الكتاب وأنا أتفق معك 2000% لكن أحيانا لأنه تكتشف أنه في بعض القراء اللي ما عندهم رجل كبير يتم توجيه عن طريق هذه الكتب للأسف أعتقد هي الكتب اللي تسبب فتنة أو طائفية هذه الكتب ممكن ما أقول لك تمنع بس يفترض أنها تكون تكتب بلغة عالمة ولغة ما تسبب الفتن ممكن أو الطائفية لكن أيضا أرجع وأقول لك لو أن هناك قارئ قادر وواعي على إدراك أنها اختلافات وليست أكثر من كذلك وأن المجتمع اللي يكون فيه اختلاف في الواقع هو المجتمع اللي أكثر وعي وهو المجتمع اللي يقدر يستمر فليش لأ ما تكون موجودة نادر جدا ما ألاقي كاتب يؤيد مقص الرقيب لا لا ما أقف مأيد ما هو عنج لكن هناك من نادر من يكون والله لنوعا ما لمحاولة ضبط العملية أكثر يؤيد أن يكون مقص الرقيب حاضر لكن هناك أصوات بدأت تطلع بفترة الأخيرة يقول يا جماعة أي كتاب كيف ينزل معرض الكتاب خلوه يمر على لجنة على الأقل خلوه يمر على جهة تفرز المصطلح تفرز الكلمة قد تكون أخطاء لغوية كثيرة قد تكون اللغة ما هي موجودة من الأساس وينزل الكتاب أي شخص حبي يكون كاتب يروح أقرب ويكتبها ويكتبها النوت ويسلمها ويطبعها وديزاين وينزلها السوق فكرة بها البساطة شو تشوفينها؟ لا هذا حقيقة أنا أرفض مثل ما ذكرت قلت لك أن أنا ضد الرقابة الشخص الذي يشوف أنه في بعض الكتب غير مثلا لا تناسب أو عنده من وجهة نظرة أنها تأسبب أمور معينة أو تطعن في أشياء في أمور خاصة في مبادئ ممكن أن يتجه إلى المحكمة والقانون في قانون عام ممكن يضبط هذه الأمور لكن وجود الكتب بكل تنوعها قلت لك أنه ممكن يكون في فائدة في أنه يتواجد القارة ومن ثم يبدأ القارة أيضا في نحن نطلع على مواد وأفكار كثيرة لكن حقيقة القارة الكاتب بالإضافة إلى دار النشر هي التي ملزمة بأنها تنظر إلى مثلا الأخطاء اللغوية وتنظر إلى مدى انضباط النص هناك مدقق لغوي يفترض هناك أمور كثيرة لازم تمر فيها مرحلة إصدار الكتاب حتى القارة يحترم وجهة ما تعليقش على هذه المشاهدة التي نشوفها معرض الكتاب عادة في كل سنة ما نجد إقبال من كل الفئات في المجتمع الكويتي عندنا النساء ورجال وحتى أطفال من قبل رحلات للمدارس شون قاعد تشوفين الإقبال على معرض الكتاب شراء بعض الكتب نوعية الكتب اللي قاعد يصير فيها أقبال شون هي طبعا أنا حقيقة سعيدة أن يكون معرض الكتاب دائما في حراك كبير أنا أذكر أن أنا أيضا من محبتي للكتاب أتت من والدي ووالدتي لأنني كانوا حريصين أيضا على تزويدنا أبنائهم على الكتب وأيضا على أختنا إلى معرض الكتاب معرض الكتاب كان لها يعني مناسبة مهمة جدا حقيقة الكتاب معرض الكتاب حاليا أحيانا يكون فيه أعداد الناس اللي تواجدهم فيه من الجمهور يعني حسب الأيام ينخفض أو يزداد حسب توقيت لكن كأقبال إقبال جيد لكن أيضا أنت لا تنسى نرجع ونقول أنه في أيضا كتب أخرى اللي هي الكتاب الإلكتروني أكيد فالإلكتروني أثر الثاني شيء أنه فيه فيه ناس الآن صارت تسعى أن تروح لمعارض أخرى بسبب أنه ما تلقى الكتب في الكويت بسبب الرقابة فيقول أنا ليش أنا بنفسي أروح لمعارض مثلا بيروت ولا أروح لمعارض مثلا الشارقة اللي هو قبل حتى معارض الكويت أو أي كان من المعارض وروح أشتري الكتب وخلاص لكن هذا القارئ المهتم فعلا فيه فيه إقبال ما زال على معارض الكويت لأنه معارض أيضا يعني مهم في المنطقة عديد من دور النشر يفضلون أنهم يأتون إلى معارض الكتاب لأنه فيه أيضا أخي نقول الحالة الماضية من الأسعار الأماكن التي تم تأجيرها لدور النشر مبالغ جيدة أو رمزية أحيانا هذه الأشياء ما تجدها في بعض المعارض الخليجية أيضا فيه إقبال فيه وايد قراء كوتيين يعني معروفين حتى لدور النشر أنهم يأتون من أجل أنهم يعرفون هذه القراء مهمين جدا بالنسبة لهم يا يبي هالكتاب تحديدا بسؤال لما أدخل معارض كتاب بحجم معارض كتاب عندنا بالكويت يمكن أسنحتني الفرصة أن أدخل كذا معارض كتاب في المنطقة عندنا فيه نوع من الفهرس عدد الكتب كبير جدا لما أدخل وأبحث عن قسم معين لمجلد معين لنوع معين من الكتب ما هو سهل في معارض كتاب الكويت عندنا أوكي أشوف دور النشر موجودة في كل أروقة المعرض لكن أنا ما أدري شو نوعية الكتاب اللي تعرضها عشان شيء لما يقول أهو دانش يبي كتب معينة وكلمة تنقال عندنا بالكويت قبل أن تذهب مع الكتاب وزهب ماذا الكتب اللي تبيها واسأل عنها لماذا لا يكون هناك تنظيم أكثر لماذا الرقابة عندنا لا أنا حقيقة ما أعتقد أن هذا السؤال يوجه لي هذا يوجه لي إدارة معارض بشكل عام معارض الكويت أكيد أنت شفت معارض ثاني نعم حقيقة مرة شفت آخر معارض طابور يعني قلت يمكن فيه حفل توقي لأحد الكتاب اكتشفت أنه هو الفرس يعني الناس ينتسأل النظام الكمبيوتر عن بعض الكتب وما يفون فيه ناس فعلا لقيت كتب عن طريق جهود المعارض وفيه ناس ما لقيت لكن مثل ما حضرتك كل ما يكون فيه وسائل أخرى لأنك أنت تعرف في الكتب خاصة في معارض الكتاب كل ما كان هذا شيء جزين تعرف في الكتب وتعرف عن نفسك بداينا نشوف ما الشديد صح بالقارئ في معارض الكتاب صحيح هذا شيء جيد ما بيسميه هبة لكن هالبدعة الحسنة اللي بدأت تطلع عندنا أولا هي فعلا لا هي أحبة ولا بدأة على فكرة التقاء الكاتب حفل توقيع وغيرها صحيح أنا يعني خطوة تم اتخاذها بشكل يعني متأخر متأخر يعني إحنا أيضا حضرتك تقول شفت معارضة في المنطقة الخليجية وكان فيه هذا خاصة في معارض أبوظبي حيف من هالناحية إذا أنت رحت مثلا في أوروبا أنا مثلا مرت رحت معارض الباريس كان هذا الشيء يعني إذاعة وتلفزيون وفيه كذا ركن فيه مناقشات حول الكتاب وفيه حرية في تناول أن حتى القراء يناقشون الكتاب وأيضا يطرحون يعني حتى فيه أصلا حتى على بعض الدور النشر يصبح مثل ستيج مسرحي ويتم تداول من قبل الممثلين يعني فكل هذه الأشياء تؤثر أن الكاتب القارئ أو الجمهور الموجود ممكن يتم توجيهها وأيضا ممكن يطلع أو يتعرف على كتب جديدة إحنا نبي أفكار يديدة تحرك معرض الكتاب سواء يعني أول كان مقتصر فقط على المقهل الثقافي من ثم أصبحت هناك نوادي القراءة و خنقول الجهات اللي تهتم في القراءة والكتابة دور النشر بدأت تشارك أيضا في طرح بعض العناوين اللي بعض يعني يصير فيه تعاونات برتوكالات تعاون ما بينهم بين لندية القراءة كل هذه الأشياء شيء جيد وكل ما تكون هناك طرح حتى لو مثلا خنقول موضوع عن كتاب مسرحي يتم تمثيل مثلا مسرحية مثلا من مشهد واحد كل هذه الأشياء تخلي أنه فيه فعلا حركة داخل المعرض والناس تأتي الألوان أول كان يعني حتى الألوان بدأينا نشوف يعني بدأينا نشوف الألوان بدأينا نشوف اهتمام في الديكورات كل هذه الأشياء النظرية وقا نقول أنك أنت مو بس تستخدم القراءة أو عينك في الكتابة أيضا تستخدم سمعك في أنك تسمع وتتطلع ومثل ما قلنا لو يكون فيه مثلا مسرح بسيط حول النصوص وأيضا كل ذا أختك فيه ممكن تشارك فيه تواجد ممكن كورنه البسيط اللي مثلا أخنقول كتاب عن الطفل ممكن يكون فيه طباخ مثلا يطرح فكرته فكرة يديدة في ظل هذه المواضيع كلها السؤال الأهم والأخير والمحور الأخير اللي بفتحه يا سيدة سبرق الأطفال وين هم معرض الكتاب هل أصبح الطفل أولوية أخيرة لدي الكاتب عندنا هو يعني من زمان أولوية أخيرة وحتى أنا أذكر أنه كان فيه مناقشات في بعض أحيانا من السنوات السابقة أنه ليش ما فيه مثلا كتب الأطفال فيه اهتمام في الرسم ليش ما يكون فيه اهتمام في القصة ليش مثلا هم يطلعون على القصص الأطفال الأجنبية أكثر من قصص الأطفال العربية ليش ما يصبح عندنا معرض كتاب الأطفال بالضبط والحين حاليا على فكرة الشارجة عندهم موجود يعني شوف يعني فيه مثلا فيه غنقول نقص ويحاولون يسدونه بأفكار يديدة صار فيه معرض للطفل في المنطقة أيضا أنا يعني حقيقة في وايد أيضا بدأوا يطرحون أنفسهم ككتاب قصة في الكويت مثل لطيفة بطي لطيفة بطي عندها دار نشر يعني لما شافت آخر ندوانة شفتها يمكن من أسبوعين أو ثلاث كتتكلم على أحد المنصات تناقش موضوع لش تجهت إلى أنها تكون عندها دار اللي هي دار السيدان اللي هي أول دار نشر لقصص الأطفال هي تهتم بالقصة هي تهتم بالرسم هي تهتم في كل تفاصيل إصدار الكتاب لأنها شافت أن هناك أيضا فيه تقاعز فيه اهتمام فيه قضية الطفل فيه رغبة فيه رغبة طبعا والله أنا حقيقة المفروض تصير رغبة هذه مو بس حق أدب الطفل حق كل الكتب أنك أنت تناقش نفسك قبل لا تصدر هذا الكتاب من أن شنو أنت بتقول مو بس يعني فيه ناس حقيقة الكتاب مجرد بستيج حقهم أو مسمى يضع بقرب من اسم ثاني عنده أحيانا أنا يعني مثلا أشوف مثلا كتاب قصة مثلا ما لها علاقة في شنو تخصصك في المهني فليش تنحط مثلا اسمك أو شنو تخصصك قبل ما رح تنعكس على نصك أصلا يعني مو أنت مثلا تخصصك أو هو داخل في القصة أو أي أن كان أو هذا كتاب مهني عشان تحط مثلا المهندس أو تحط المحام أو هي يعني أنا عندي أفضل أن تكون هذه الألقاب يتم إزاحتها غير اللطيفة بطي هناك أيضا أمل اسمها عديدة طبعا اسمها عديدة يمكن تهتم في هذا المجال ونحتاج اهتمام أكثر في هذا المجال خصصا يمكن الجيل القادم لو هتمين فيه أكثر من ناحية نوعية القصة من ناحية والكاتب يدرك تماما أنه قد يكون كتاب معين يغير شخصية طفل أو يغير شخصية شخص كبير بأيام معينة من خلال هذا الكتاب صحيح تتدركين هذا الشيء كتاب معك نتمنى لك كتاب توفيق يا رب نتمنى لك النجاح الدائم في مشوارك كل شكر لك الكاتبة الأستاذة أستبرق أحمد بالنهاية قد يكون من من يشاهدني الآن مطلع وقارئ جميل بالشدق جدا وأنت في زاوية منزوي تماما وتقرأ هذا الكتاب لكن الأجمل أن تنشر للمجتمع ككل ما قرأت في هذا الكتاب ترجمة نانسي قنقر